اهلا محاضراتكم في هذه التغطية اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسيا الخميس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وايضا المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية وصرح المستشارة احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان هذا الاجتماع يأتي في اطار المتابعة المستمرة من الرئيس لملف تأمين احتياجات المواطنين والانشطة الاقتصادية من الطاير الكهربائي بشكل مستدام وثابت وتجنب تكرار حدوث انقطاع الطاير الكهربائي مستقبلا ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة في هذا الصدد اخذا في الاعتبار ما تم انجازه في قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات واستثمارات ضخمة ضعفت اجمالي القدرات الانتاجية من حوالي 30 جيجاوات الى ما يقرب من 60 جيجاوات بما اتاح توفير تار الكهربائي بالثبات واستمرارية على مدار الاعوام الماضية في جميع انحاء الجمهورية سواء لتلبية احتياجات المواطنين او لمشروعات التنمية المنتشرة على امتداد الوطن وخلال الاجتماع تابع الرئيس جميع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء للتغلب على الازمة او لمنع تكرارها مستقبلا حيث تم توضيح انه منذ اللحظة الاولى جرى تنسيق تنسيق كامل بين وزارتها الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتمكنها من مواصلة عملها في ضمن ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوك بما يستلزم كميات اكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الانتاجية المحطة في الوقت الذي زاد فيه الطلب العالمي على الوقود من العديد من دول العالم في المنطقة خارجها بسبب تعرض تلك الدول لذات الظروف على نحو فقم المشكلة وادى الى حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الاحمال وترشيد الاستهلاج مع مواصلة الحصول على الوقود الاضافي اللازم وتوفير المواد المالية المطلوبة لذلك اخذنا في الاعتبار دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من الخارج بالعملة الاجنبية وايضا اسعار الكهرباء المدعومة في السوق المحلي واضف المتحدث الرسمي ان الرئيس اكد خلال الاجتماع حرص الدولة على التصدي لأي مشكلات او ازمات تواجه المواطنين وحلها على مستويين الاول يتعامل مع الظروف الطريقة والعجلة والثاني يتضمن الحلول الجذرية والهيكلية التي تضمن منع تكرار المشكلات مجددا ووجه الرئيس الحكومة في هذا الصدد بمواصلة العمل المكثف لاحتوى الاوضاع الحالية وتخفيف الاعباء عن المواطنين في اسرع وقت ممكن مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة بما يوفر الموارد المطلوبة للتعامل مع جميع الاحتمالات في ظل التقلبات المستمرة عالميا في العوامل السياسية والاقتصادية والبيئية في سياق اخر اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وايضا دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وايضا العقيد دكتور بهاء الغنام المدير تنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة واصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية استشار احمد فهمي ان الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للانتاج الزرعي مستقبل مصر حيث اطلع الرئيس في هذا الاطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية من مختلف الجوانب خاصة ما تم انجازه من مساحات منزرعة وموقف امدادات المياه والطاقة الكهربائية وجميع مكونات البنية الاساسية اللازمة للمشروع واوضح المتحدث الرسمي ان الرئيس وجه خلال هذا الاجتماع بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا لحضراتكم شكرا جزيلا لحضراتكم